السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ياسين من قناة Learn Spanish with Yacine في هذا الفيديو ستتعلم كيف تتعلم اللغة الإسبانية عن طريق تطبيق تعلم الإسبانية مع ياسين أو Spanish with Yacine رابط التطبيق ستجدونه في أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف أو في أول تعليق الغية من هذا الفيديو هو أن أعلمك كيف تتعلم عن طريق التطبيع يعني منذ أن تقوم بتحميله كيف تبدأ من الدرس الأول إلى الدرس الثاني بالخطوات المفصلة التي عليك أن تتبعها بالضبط حتى تطور مستواك في اللغة الإسبانية إذن نبدأ على بركة الله إذن كما شرحت لكم سابقا هذه هي واجهة التطبيق نقوم بالضبط على هيس لأصحاب للناس الموجودين هنا في أوروبا أما إذا كنت في الدول العربية فلن تدر لك هذه الرسالة إذن أول شيء علينا البدء به هي الدخول إلى خطة المذاكرة كما قلت سابقا والدخول إلى خطة المذاكرة مرة أخرى وقراءة هذه التعليمات لكي تعتمد عليها في تعلم الوغة الإسبانية وهذا ما سأفعله في هذا الفيديو في هذا الفيديو سأقوم بتطبيق خطة المذاكرة على التطبيق يمكنك بعد ذلك أن تقوم بقراءتها إذا لم تتذكر ما قلته في هذا الفيديو أقوم بالرجوع خطوة أول شيء أقوم به هو الدخول إلى الدروس ثم أختار المستوى الذي أريد أن أدرسها إلى حد ساعة إلى حد هذا الفيديو فالمستوى الأول هو المتوفر المستوى الثاني والثالث والرابع ما زلت أشغل عليهم لكن لا تقلق فالمستوى الأول قد يأخذ منك شهر أو شهرين حينئذ سأكون قد قمت بالشغال المستوى الثاني ستجد إن شاء الله مفتوح يمكنك درسته أيضا إذن أول شيء نبدأ بيقولنا هو المستوى الأول ندخل إلى المستوى الأول يظهر لنا إعلان يمكن أن نحذفه من هنا هناك عشر دروس إلى حد ساعة في المستوى الأول أول درس طبعا ضمائر الشخصية أول شيء عليك أن تقوم به هو قراءة هذه المقدمة تضغط على قراءة المزيد تقرأ هذه المقدمة كامية لأن فيها معلومات مهمة للغة الإسبانية هذا التطبيق يعتمد بشكل كثير على الاستماع يعني يعلمك اللغة الإسبانية عن طريق الاستماع كما شرحت لكم سابقا إذن ستجد هناك أوديو أو مقطع الصوتي نقوم بتشغيله أول شيء علينا القيام بي هو الاستماع إلى هذا الوديو مع قراءة النص المكتوب استماع إلى هذا الوديو مع قراءة النص المكتوب بالتفصيل ركز في الاستماع ركز جيدا استمع وركز على الكلمات نكمل النص إذن بعد أن أكملنا الاستماع للقصة هنا ستبدأ فقرة الأسئلة الأسئلة التي لها علاقة بالنص الذي سمعناه لتو ركز جيدا ياسين ياسين curious هين 용ان Jayc council هو المقات ياسين من القراءة ياسين هو المقات ياسين عن استماع ياسين هو المق chopper Se llama Laura. Laura se llama Laura. Su nueva amiga se llama Laura. ¿Cuántos amigos tiene Laura? Laura tiene dos amigos. Dos amigos. Tiene dos amigos. Laura tiene dos amigos. ¿Cómo se llaman los amigos de Laura? ¿Cómo se llaman los amigos de Laura? Se llaman Juan y Sara. Juan y Sara. Se llaman Juan y Sara. ¿De dónde es Sara? ¿De dónde es Sara? Ella es de Marruecos. Es de Marruecos. Ella es de Marruecos. Sara es de Marruecos. Es Marruecos. ¿A dónde se han ido después de conocerse? ¿A dónde se han ido después de conocerse? ¿Se han ido a tomar un café? ¿Se han ido a tomar un café? ¿Se han ido a tomar un café? ¿ Launchó un café? هل نبدأ؟ مرحبا، أنا أصدقاء مرحبا، أنا أصدقاء أحسن. أليه، مرحبا، أحدهم، أينني؟ أنا أصدقاء المدوني مرحبا، أنا دعوني أعتداء جدا آخر، حاليا، اشترك يسمى أنني مرغمس محدد نعم ينتهي الصوت بعد تجد الفقر الثانيه وهي خاصة بالقواعد أقوم بقراءة القواعد حتى أفهم ما كنت أسمعه عن طريق القواعد أقرأ هذه الجداول أقرأ هذا النص بكامل حتى أفهم لكن ليس بالضرورة بعد ذلك تأتي فقرة المفردات أقوم بالاستماع إلى هذا الأضيوم مرة أخرى مع هذه الكلمات والجمل ثم أعيد الكرة مرة أخرى لكن هذه المرة بما أنني مبتدئ فأنا لا أفهم الوغة الإسبانية يعني هذا النص الذي سمعته ربما أنني لم أفهم هو كلمة واحدة من غير أولى ما عليك أن تقوم به هو تشغيل هذا الأوديو لكن قم بالضغط على ترجمة لكي تفهم القصة يسمعها الأوديو بالإسبانية وأنت تشاهد الترجمة حتى تفهم القصة على مدد ما هو محور القصة ثم الثانية تقرأ جيدا تستمع وتتبع الأوديو عن طريق الترجمة بالعربية للمرة الثانية للمرة الثالثة ماذا ستفعل؟ نغلق كل هذه الترجمة نقوم بإغلاقها إغلاق الترجمة جيد إذن استمعنا للأوديو مع الترجمة للإسبانية ثم استمعنا له مرة ثانية مع الترجمة العربية الآن عليك أن تستمع له فقط استمع له بدون أن تشاهد شيء إنه قم بوضع الهاتف وركز عليك أن تكون مركز جيدا في الاستماع ثلاث مرات استماع مع النص بالإسبانية الاستماع مع النص بالعربية ثم الاستماع بدون أن تشاهد لا بالعربية ولا بالإسبانية ثم تعيد نفس الكرة حتى تصبح فاهم لكل كلمة مذكورة في النص حتى أصبح فاهم كل كلمة وكل جملة ماذا معنى أي بمعنى حتى أصبح فاهم هذا النص وكأنني أقول كمو استاس فأنت عندما تسأل شخص كمو استاس يعني كيف حالك فأنت لا تفكر هل كمو تعني كيف وإستاس هو الفعل استار مصرف أنت لا تفكر في هذه الأمور أنت فقط لأنك تعرف معناها مسبقة أنت تعرف أن كمو استاس هي كيف حالك لم تفكر فيها من مسبقة فعليك أن تصبح فاهم لهذا النص وكأنك تقول كمو استاس بعد ذلك قم بالرجوع والدخول إلى الدرس الثاني هذا يعني ماذا؟ يعني أنني ربما في درس واحد قد أستغرق أسبوع هذه العملية إني على حسب الوقت الذي ستوفر لهذه العملية إذا كنت تملك يوم كامل فقم بالإستماع للأضيو حتى تصبح فاهم لهذا النص وكأن هذا النص هو اللغة الإسبانية وكأن اللغة الإسبانية كلها هي هذا النص علي أن أفهمها أتركها من القواعد المفردات تلك الفقرات يقرأها فقط في مرة الأولى وهذا يكفي لكن النص سيعلمك القواعد والتكلم هذا هو أهم شيء ستتعلم التكلم بالإسبانية هذه هي الطريقة الصحيحة للتكلم بأي لغة ليست درسة القواعد درسة القواعد ستعلمك أن تقوم بحل اختبار في المدرسة أو في الجامعة لكن لن تتعلم التكلم قد تتكلم باللغة الإسبانية عن طريقة القواعد لكن ذلك قد يستغرق منك سنوات لهذا أسرع طريقة وأنسى الطريقة وأسر الطريقة يعني طريق الاستماع وهي الطريقة التي تعلمنا بها لغتنا الأصل منذ أن كنا أطفال صغر هذه الطريقة الأساسية في التطبيع بعد ذلك إذا أردت أن تطور مهارتك في أمر أخرى ستجد هناك زر الأفعال كل الأفعال التي ستحتاج من المستوى صيف إلى المستوى بضوص يعني أحتمال المستوى المتوسط أو المتوسط المتقدم هنا الأفعال التي تنتهي بـ أر أقوم بالرجل أقوم بالرجل الأفعال التي تنتهي بـ وهي كثيرة جدا كثيرة جدا 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 هذه الأفعال إذا درستها جيدا طبعا في المستقبل عندما تضغط على أي فعل ستفتح لك خانة أخرى هذه الخانة أو هذه الصفحة فيها شرح لهذا الفعل مع الكثير من الجمل مع الإسماع سيكون هناك مقطع صوتي يشرح لك هذا الفعل في العديد من الجمل وفي جميع الأزمنة في اللغة الإسبانية حتى كما قلت لكم حتى يصبح ذلك الفعل وكأنك تقول كوموستاس هذا هو الهدف عليك أن تصبح تتكلم بدون أن تفكر في القاعدة فأنا الآن أتكلم معك باللغة العربية على حد ما بدون أن أفكر في القواعد ولا أعرف لا نحو ولا إعراب ولا أي شيء لأننا تعلمناها منذ السعر ونحن نتعلمه في مدرسة نستمع الأستاذ يقول لك احفظ هذا الناس وغدا ستقوم هنا غدا قد جاء تعرضوا عليها بالدرجة المغربية كل هذه الأمور إذن هذه الطريقة التي عليك أن تتبعها في التطبيق بعض الإخوان يأتون لي ويقولون المستوى الثاني والثالث والراب علي يشتغلون الله يا أخي وكمل المستوى الأول بعدها دوز المستوى الثاني يعني خصك التبع رأي أهم شيء في تعلم اللغة هو المنهج وليس الدروس بحددتها أهم شيء هو المنهج الذي علي أن أتبعه وخريطة المذاكرة أو خطة المذاكرة وهذا هو ما أطمحه إلى أن تتعلمه هو أن تتبع هذه القواعد بالتفصيل لتتعلم اللغة الإسبانية إذن هذا الشيء الذي كان في هذا الفيديو اليوم طبعا التطبيق الرابط أسفل هذا الفيديو دخلوا التريسار جواه ونتمنى أن تتبعه في فيسبوك تعلم اللغة وغروبة الواتساب فهذا هو المقابل الذي يمكن أن تقدمه لي وشكرا مزاف وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته